بالمناسبة النهاردة كنا بنتكلم من شوية على حوار عمله أكرم توفيه أكرم توفيه عندما تحدث عن المدير الفني مورسيل كولر قال نهو رجل بشوش جدا ولكنه صارم وميري في التعامل داخل الملعة وده دائما بيفكرني بصوا حضراتكم أنا بالنسبة لي بس يمكن عشان أنا بحب منول جوزي شوي أنا بالنسبة لي منول جوزي ما حدش هيعمل هو شخصية متفردة بوجهة نظري لكن منول جوزي منول جوزي افتح يا سامير لو سمحت الكاميرا شوي منول جوزي لو ده لو الخط اللي أبيضي اللي حضراتكم شايفينه ده ده خط الملعب وإحنا وقفين برا أنا كده وقف برا الملعب ممكن تلاقيه بيهزر ووقف بيهزر معايا وبيضحك معايا وفي ثانية أول ما يحط رجله جوه الملعب بتلاقي شخص مختلف تماما ده منول جوزي منول جوزي بهذا الشكل قبل الخط هنا حاجة وبعد الخط ده حاجة تانية خالص انت كنت وقف بتهزر معايا يا عم هنا ايه اللي حصل وشك التقلب ليه ايه اللي حصل لا دخلنا الملعب ده كان منول جوزي البشاشة والصرامة البشوش وميري في نفس الوقت ده الكلام اللي قاله أكرم توفيق النهاردة ان الرجل بيقف يتكلم مع الناس كلها مع اللاعبين ومع الجهاز الفني ومع الجهاز الطبي ومع الإداريين ومع عمال غرف الملابس ومع كل الناس اللي موجودين بيتكلم معاهم بمنتهى البشاشة ودود جدا في كلامه وفي اسلوبه وطريقته ولكن اول ما بيعدي الخط الابيض وبيخش في الملعب لا احنا مع حد تاني ومع شخص تاني وده انا كنت بشوفه شخصيا مع مان والجوزي يا عم ده كان واقف احنا كنا بنقول عليه كنا ساعتا نقول ايه هو راجل ايه في ايه هو قلب علينا فجأة واقف بيهزر معانا ابقى مثلا انا بركات ريكا جمعة اي حد من المجموعة اللي كانت موجودة في ذلك او النجوم الكبيرة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت يبقى واقف كده يجي يتكلم الراجل بيدحك ويهزر اول ماعمل كده تحس ان هو فيه فرم كان اسماعيل ياسين زمان يجي يقولك ايه ده وحط على وشه كده لقيه وشه اتغير هو كان من والجوزي كده قبل الخط بيدحك ويهزر بعد الخط عامل كده فمن الواضح من كلام اكرم توفيق ان هذا الرجل بهذا الشكل اوكي عنده خبرة عنده زي ما هو قال ان هو شعره بيض في هذا الامر وبالتالي الضغط اللي جاي عليه الفترة اللي جاية هو متقبله هو عارف ايه اللي حيحصل هو عارف قيمة النادي الاهلي انا بتكلم على مرسيل كولر عارف قيمة النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي له جماهرية كبيرة ستين سبعين سبعين تمانين مليون اهلاوي هتقول لي عدتهم هقولك انا بقولهم كده اللي مش عاجبه هو حر انا بقولهم سبعين انا ما عدتهمش بس هما سبعين تمانين مليون فبالنسبة لنا لا هو البداية زي ما قلت لحضراتكم من بارح هي بداية تفاؤل وبداية يوم او سنة جميلة ايه اللي حيحصل محدش عارف ممكن الراجل لقدر الله لقدر الله الامور ما تبقاش كويسة في الاول ممكن الراجل تبقى ماشى معامل الاول كويس جدا محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل كرة القدم فيها كل شيء كرة القدم فيها كل شيء وفي الاخر احنا لازم نعمل اللي علينا نستنى التوفيق فقط مش اكرم توفيق نستنى توفيق ربنا نستنى توفيق ربنا ان هو يبقى موجود مع المدير الفني المدير الفني عمل اللي عليه عمل اليوم الكامل عمل تمرينة صبحة تمرينة بعد الظهر تمرينة بالليل زي ما اتكلمت مع حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت عمل مباراة ودية النهاردة نقل المباراة من المختارة تيتش نقالها الاستاذ السلام الراجل تمام مظبوط جدا وسعيد جدا وكل حاجة لطيفة لكن ايه اللي حيحصل في الايام اللي جاية حاتش عارف هذه هي كرة القدم بالمناسبة ان انت تحاول تعمل كل حاجة علشان تبقى كويس وان انت تحاول ناخدها واحدة واحدة الجمهور سيسيبه في الاخر لانه حاجة لوحده يستحق ان هو دائما يكون لوحده الادارة ما هو المطلوب من الادارة هو مسندة الفريق الاول بلاعبين جيدين باجازات يدوها لللاعبين بقرارات مهمة يتم اتخاذها في اوقات صعبة المدير الفني اللي اجيبه انا كادارة كادارة مسؤولة عن الكرة عملت كده ومعانا مجلس ادارة بيساند تمام خلاص منتهى دوره اللي جاي المدير الفني انا جبت مدير فني عنده المقدرة ان هو يعمل من السفي بتاعه اتقول ان انت شفت فين وعرفت منين انا بتكلم عن السفي قوي عنده المقدرة ان هو يسيطر على الفريق يقدر يعمل تاكتك كويس يقدر يعمل بدني كويس معه مجموعة عمل جيدة وبالتالي خلاص مدير الفني بيشتغل في الملعب حيبان امتى النتيجة اللاعبين اللي خد اجازة خد شهر ثلاث من ثلاث اسابيع لشهر وفي ناس خدت اكتر في ناس خدت اقل كل واحد على حسب لعبه للمباريات الاخيرة في الدوري وبالتالي كل واحد عمل اللي عليه يتبقى شيء واحد فقط النتائج ان شاء الله في المباريات الراسمية اللي هتبقى اولى هذه المباريات ان شاء الله مع فريق اتحاد المونستير الاتحاد المونستير ان شاء الله يوم 7-8 7-8 أو 9-10 ان شاء الله في التونس ان شاء الله طيب